أسعد الله مساءكم بكل خير النشامة في قطر مهمة رجال الوطن في محفل كبير بحثا على الإنجاز وحتى تنجز ما تريد عليك أن تسلك مسارا لا يحتمل الخطأ آسيا تطلب مهرا ثمينا لكأسها ومن يريد كأسها عليه أن يتجرع مرارة قسوته وصعوبة طريقه آسيا تطلب مهرا ثمينا ومن غير النشامة يقدر على مهر كأس آسيا فيا آسيا رفقا بالآخرين فصهيل خيل فرساننا قد هز أرجاء المعمورة يسعدنا في هذه الليلة وهذه الحلقة الخاصة التي نتابع فيها تأهل منتخبنا الوطني للدور الثاني من بطولة كأسيا آسيا وهناك المقامة في الدوحة بأن تواصل بأجواء هذا التأهل بتفاصيله الفنية ولحظاته الدرامية بالصوت والصورة من عمان من كل محافظات الوطن من الدوحة وبكل الأجواء ضيفنا في هذه الليلة سبق له أن عاش هذه اللحظات فهو كان المدير الإداري السابق للمنتخبات الوطنية وشهد ثورة كرة القدم في أول مشاركة لبطولة كأسيا في الصين السيد أحمد اقتشاة مساء الخير أستاذ أحمد هل أسأل فيك مساء الخير يا سيدة إليك ومساء الخير لكل مشاهديننا الكرام أستاذ أحمد أنت بجوز كنت مواكب لتاريخ ثورة كرة القدم الأردنية اليوم نحن المنتخب بعد مباراة اليوم والخسارة أمام البحرين ذهب إلى الدور الثاني ورسميا أصبحنا أمام ملاقات منتخب العراق وهذا ثبت قبل قليل بعد نهاية مباريات الدور الأول كيف شاهدت مباراة اليوم؟ كيف شاهدت تواجد سمو الأمير علي اليوم على البنش في لقطة ربما ليست جديدة على صاحب السمو الملكي؟ كيف رصدت أجواء الدوحة ومباراة الأردن والبحرين؟ يعني هو بشكل عام أنت تفضلت وحكيت وعملت مقدمة جميلة المنتخب الوطني هو أكبر من أنه خنقول فريق كرة قدم بيلعب في هذه البطولة الآسيوية الفريق أو المنتخب بيمثل الأردن من كافة النواحي الأردنيين كلهم خلف المنتخب الكل بتابع الرياضيين وغير الرياضيين بتابعوا المنتخب ومباراة المنتخب وبيكون في اهتمام كبير يعني حتى بالناس في كافة المحافل العائلات بالعمل أحيانا أنا بقول حتى أنه هذا بيعزز الحس الوطني عند كل الشعوب خصوصا إحنا بنحكي عن منتخبنا إحنا بنشوف دائما أنه حتى من جلالة سيدنا اهتمامه كبير جدا بالمنتخب الوطني وبالرياضة بشكل عام متابعته معرفته لللاعبين للمنتخبات السمو الأمير علي وهو كرئيس اتحاد وقائد كرة القدم الأردنية دائما هو متابع وموجود وهو موجود في قطر من بداية البطولة ووجوده اليوم مع اللاعبين هذه الصورة أظهرتها اليوم لكن هو في المعسكر دائما موجود في الفندق وحم في اللقاءات في الاجتماعات ودعمه كبير للمنتخب والللاعبين وعلاقته علاقة أخوية أنا بعرفها وعشتها 17-18 سنة أنا وكثير من زملائي في الاتحاد عشناها ونعرف مدى اهتمام الأمير وحبه وحنانه ووده لللاعبين والأجهز الفنية ودعمه للمدربين يعني بشكل عام ومنتخبنا اتأهل للدور الثاني احنا كنا طبعا كل طموحنا أنه المنتخب يتأهل ويكون موجود في الدور الثاني في كثير من الناس اليوم بجوز شوي زعلوا على الخسارة وزعلوا على الترتيب في المركز الثالث الأول والثاني والثالث اتأهلوا بجوز احنا برضو كنا حابين نكون في ناحية مجموعة حابين أن الأردن تصدر هذه المجموعة في وجود كوريا يكون الأردن أولا كوريا البحرين لكن من حق المدرب وحق المدربين في كل الدنيا يبحثوا على راحة بعض اللاعبين المهمين سواء سلامتهم البدنية سواء سلامتهم من حيث العقوبات والكروت سواء الأصفر أو يتكرر واحد اثنين حتى ما يغيب عن المباريات القادمة المباريات القادمة ما فيها مجال يعني يا غالب يا مغلوب من دور المهم دور الستعاش في هذه المطولة فبالتالي ما تم اليوم شفنا فريق من عظماء آسيا اللي هو كوريا الجنوبية حاول يتجنب أنه يلاقي أيضا اليابان في المباراة القادمة ومن حق الأردن حتى لو عمد المدرب إلى ذلك من حقه أنه يلاقي منتخب في نظر وممكن ما يكونش اليابان لكن يجب العراق والعراق الآن بعيش أجمل حالاته الكروية وقوته وإمكانياته اللي على مستوى عالي وأنا جزء قريب منها وشايفها وعارفها أنا هذا اللي بدي أسألك إياه وأنا بتابع اليوم لقطات من مباراة اليوم المباراة كان فيها كثير حديث أنا بدي أحكي عن هذه النقطة لأنه بعدها رح نروح للدوحة بس قبل ما نروح للدوحة بدي أحكي في هذه النقطة اليوم مباراة الأردن والبحرين ربما فيها الآن كثير من الأحاديث عن مستوى الفني وعن مستوى التفاصيل الإدارية ولكن إحنا توقفنا عند كل هذا الحديث وتوجهنا الحديث عن مباراة العراق وهذا هو الأهم أنت كيف شاهدت المباراة فنيا بصراحة مباراة اليوم كثير في عوامل فيها غير خنقول ساهمت بالنتيجة يعني ساهمت النتيجة أولا إحنا متأهلين متأهلين كنا يعني بالفوز بالتعادل بالخسارة متأهلين كنا حابين أنه المنتخب يتأهل برصيد خنقول سبع نقاط يفوز يتأهل كثير في فنيين وناس كانوا حابين نلعب مع اليابان بحيث أن يكون أنت تلعب مع اليابان في هذه البطولة بتعدك ريات سابقة لو كان لا سمح الله خسارة من اليابان فاليابان هي من خنقول التوب أحسن ثلاث فرق فريقين في آسيا أما أنه الآن إحنا يجينا برضو مع العراق فقلت لك العراق في حالة فنية ونفسية وإدارية على مستوى عالي إحنا إن شاء الله أنه نقدر نجاريها ونقدر أنه نتفوق ونقدر نعمل نتيجة في المباراة القادمة دائما كل مشجعين كرة القدم في كل الدنيا الفوز هو همشي صح نتيجة هي همشي فبالتالي نتيجة اليوم هي برأيي فيها تغيير خمس لاعبين أو أكثر من حق اللاعبين اللي كمان قاعدين على مقاعد البدلاء أنهم ينعبوا وهم كفاءات كبيرة ما في فروق كبيرة أو بينهم بين اللي ينعبوا أساسي لكن وجهة نظر المدرب هو يختار من خنقول يقدر يخدمه في المباريات المباريات الجاية أكيد رح يلعب بكامل قوته حتى أنه يقدر يتجاوز دور الست عشر لدور الثماني إن شاء الله يا سيد نحن بالتأكيد الآن الحديث عن المباراة القادمة لمنتخبنا المباراة ستكون يوم الاثنين القادم في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت الأردن وبالتأكيد هذه دعوة للجمهور الأردني هناك في الدوحة لمتابعة هذه المباراة لأنه سيكون فيه ازدحام كبير جدا على موضوع التذاكر مع الإشقاء العراقية أكيد الجمهور العراقي جمهوري كبير جدا الآن في الدوحة وفيه كان تسهيل لطيارات وتخفيض بأسعار التذاكر من بغداد للدوحة حتى الناس تروح تحضر مباريات الجالة الأردنية برضو كبيرة هناك لو كانت المباراة مع غير العراق رح تلاقي الجالة الأردنية والعربية كلها مع الأردن الآن رح يكون فيه جمهور الأردنيين ويكون جمهور العراق العراقيين خلقوا ما رح يكون خليط عربي ما بين هذا الفريق أو هذا الفريق بالتالي إن شاء الله أنه يكون مستوى جيد بنبارك إن شاء الله للي بفوز وإن شاء الله الأردن بيكون لها دور كبير في هذه البطولة بمراكز متقدمة جميل جدا إحنا الآن أمام منتخب عراقي بأفضل حالاته الفنية على ضوء ما شهدت مباراة ليست سهلة أكيد المباراة يعني صدقا لن تكون سهلة على الطرفين صعيح على الطرفين إحنا لعنا لاعبين مميزين شباب عندهم قدرة عالية عندهم قدرة هجومية على مستوى عالي إحنا الخط الخنقول الأمامي هناك ست لعبين حكيناها قبل معك قبل البطول ما تبدأ بأكم يوم اللاعبين النص والمجموعة الأمامية ست لعبين مميزين جدا من ناحية الهجومية وعندهم القدرة أن يسجلوا وعندهم القدرة أن يسجلوا في المباريات بالمقابل المنتخب العراقي هذه يعني أنا سامحها من أكثر من مدربين أجانب دربوا العراق بسنوات ماضية أنه هذا المنتخب حاليا أفضل المنتخبات العراقية الموجودة بالعراق مجموعة من الشباب صغار بالعمر وكثير منهم عدد كبير منهم بلعب في أوروبا من خلال تواجدهم في أوروبا ومعيشتهم في أوروبا لكن راح تكون مباراة صعبة على الفريقين طيب أبو عم بدي أقاطعك بس هذه تشكيلة منتخبنا اليوم اللي كانت أمام المنتخب البحريني هذه التبديلات ربما أثارت الكثير من الحديث ولكن أعتقد حق المدرب بنلعب بهذه المجموعة والحق قاعدين متعرف يزيد أبو ليلة سالم العجالين أنس بن ياسين في هذه التشكيلة عبد الله نصيب أيضا كان موجود بالإضافة إلى أبو حشيش في خط الوسط الموجود وكذلك رجائي عايد أو هذا الرباعي خط الدفاع الطريقة فهذه عوض أيضا لعبنا المحترف هناك في ماليزيا بإضافة إلى هذا فراس شلباية بديل الإحسان حداد اللي كان عنده إصابة خفيفة وبجزء كمان شوين يسمع شوين يحكي عموت عن هذا الموضوع بالنسبة لإحسان حداد علي علوان يوسف أبو جلبوش ويزن إنعماد كيف قرأت هذه التشكيلة اليوم بصراحة؟ يعني أولا المجموعة هذه هم من اللاعبين على مستوى عالي جدا لم تتاح لهم الفرصة أنهم جزي لعبوا المباريات الودية قبل البطولة والمباريات الماضية اللي كانت في البطولة فبالتالي إذا بنطلع عليهم هم مجموعة من اللاعبين سواء بخط الدفاع أو بخط نص مميزين في المنتخب الوطني سابقا وبأنديتهم مميزين الآن الكابتن عموتة وحسين عموتة عمد على أنه يريح مجموعة من اللاعبين إما للإصابات وإما خوف من اللي محهم اندارات محهم كرت أصفر لأنه أي كرت أصفر اليوم بمنعهم من التواجد في المباراة القادمة والمجموعة للعبات يعني أنا ما بدي أذكر أسماء لكن كلهم مميزين كلهم ممتازين لو بلشوا من بداية البطولة وما لعب اليوم راح الناس تفتقدهم صحيح هذا جيد أنا أذكرنا أبو حشيش صيصة فراس شلباي كلهم مميزين وكلهم كانوا أساسيين في المنتخبات لكن أحيانا المدربين بيغيروا بيبدلوا مع المجموعة اللي قاعدة أو ما لعبتش الخمسة هم مجموعة كلها مميزة وإحنا حكينا ملحوظة دائما أنه هذا الجيل مميز هو بعد جيل الألفين وأربعة جيل الألفين أربعة هو من أفضل جيل بمر بعد الألفين أربعة مميز عشان لازم نستغل طاقاته إمكانياته صغر العمر في المنطقة الأمامية أنه نحقق شيء كويس إن شاء الله جميل جدا أنا بدي أشكر كمان اللاعبين منتخبنا اليوم كانوا في إحدى الصور اللي شفناها في المباراة كان في لفتها بتيشيرت نور الروابد اللاعب اللي يتعرض لكسر على مستوى الأضلاع شفناها في لقطة دخول منتخبنا أثناء لما كانت الصورة الجماعية كانوا ممسكين بتيشيرت نور الروابد هذه لفتها جميلة من لاعبي منتخبنا الوطني قبل المباراة بالتأكيد مباراة اليوم كان فيها الكثير من الأحاديث الكثير من التفاعل وبالتأكيد استمتعنا على مدار الوقت بتأهل منتخبنا والمهم أن التركيز في المباراة القادمة أستاذ أحمد حالة دائماً لم يلعب النشامة حالة وطنية وأنت أرجع لك شوي بالتاريخ أنت عندك تفاصيل بهذا الموضوع شوف في شغلة بهذه البطولة التوقيت بصراحة هو طبعاً يخدم فرق شرق آسيا يعني إحنا 22.5 مباريات صعب على الموظفيين والناس إنها تحضرها يعني لو كانت توقيتات هذه بعد الستة بعد السبعة بتلاقي الاهتمام الشعبي أكثر في عندنا وبالمنطقة لكن من ناحية تسويقية الاتحاد الأسوي يتعمد بذلك مشان شرق آسيا تكون توقيت مناسب لهم 10-11 بالليل حتى أنهم يتفرجوا الحالة والاهتمام الآن كل الشارع الآن ينتظر مباراة يوم الاثنين وكل الناس مهتمين أنهم يشاهدوا المباراة وبرضو التوقيت مزعج أنه ممكن أنه في ناس يأخذ إجازة ناس يعطل ناس يحضرها بدوم وناس يحضرها بأقرب مكان مع أصدقائه في قهوة في أي مكان لكن راح يكون في اهتمام على مستوى المملكي كامل بكل المحافظات بكل الناس أنه يحضروا المباراة وخصوصاً المباراة مهمة لأنه دور 16 إذا فوزت أنت بتروح فوراً على دور الثمانية وزي ما حكينا قبل شوية الطريق بس معلومة مهمة جداً اللي بفوز في مباراة الأردن والعراق وإن شاء الله يكون الفوز حليفنا راح يروح للفائز من مباراة الإمارات وطاجكستان وهذه فورصة تاريخية تروح لنصف نهائي طريق مفروش بالورد بصراحة بهاي الحالة يعني ما احترامنا لطاجكستان والإمارات والعراق والعراق بالك تجاوز فلقم منهم الفاز من العراق أو الأردن الأردن أو العراق راح إذا كان على كفاءة عالية راح يجاوز خصوصاً إحنا شفنا المنتخب الإماراتي مش بقوته المعهودة وطاجكستان برضو بنفس الشيء لكن برجع بأكد أنه توقيت المباراة تساهم في ضعف الإقبال الجماهيري الداخل عامة أستاذ أحمد بنكون سعداء كأردنيين لما نشوف هذا المستوى من التنظيم في بلد عربي والحديث عن التنظيم في قطر أعتقد أصبح موضوع يعني ليس جديد موضوع متكرر وخصوصاً بعد الإصلافة التاريخية الأخيرة لكأس العالم أنت بجوز في هذا الموضوع أصبح عندك خبرات متراكمة ما بعد مرحلة ربما العمل في الاتحاد الأردني لكرة القدم وهي مرحلة الخبير خلينا نقول الاستراتيجي في التنظيم وما إلى ذلك وكذلك خبير أمني في هذا الموضوع كيف ترى موضوع التنظيم وكيف تحافظ قطر على هذا المستوى يعني قطر بصراحة تخطط الدول الأوروبية ودول كثير طبعاً في التنظيم لما نظمت كأس العالم كأس عالم يعني أعلى بطولات العالم نظمتها قطر وعملت نجاح كبير جداً فيها في دولة حجمها ومساحتها صغيرة جغرافياً لكن قدمت أداء كبير وعالي جداً جداً من حيث التنظيم والترتيب من حسن حظ الدول هذه أن هذه البطولة تقام في قطر يعني التنظيم على مستوى عالي الليل نهار في برامج للجماهير للناس ملاعب مهيئة على أفضل الملاعب العالمية وبنفس الوقت بتشوف أنت قاعد بطولة أفريقيا وبتشوف بطولة آسيا في قطر بتشوف الفرق كبير يعني عن نفس القنوات الناقلة الناقل الحصري بتحط على مباراة في آسيا بتشوف الصورة تختلف عن نفس القناة عن الصورة في بإفريقيا يعني حتى أني فكرت بشيغلة بقول أنا من لو الاتحاد الإفريقي يعمل اتفاقية مع قطر ويعمل بطولاته في قطر حتى يساهم في نجاح أكثر ونجاح وترتيب أكثر حقيقة على مستوى عالي تنظيم مستوى عالي اكتسبوا خبرات في التنظيم بشكل كبير كثير في كل الألعاب وخصوصا في كرة القدم جميل وخصوصا المنتخب الأردني في البطولات المجمعة في قطر في يعني تفاؤل كبير بيصير فيها وبتواجدها مع زي ما ذكر الأخونا الصايل أنه في جاري أردنية كبيرة جدا في قطر وإن شاء الله بتكون داعم كبير لمنتخبنا أخي أحمد اكتشات المعركة شراء التذاكر هي معركة شريفة ومعركة من يسبق إلى المقعد أولا الملاحظة في قطر في كأس العرب الماضي كأس العالم ثم كأس العرب كأس العرب وهذه البطولة نهائيات آسيا أنه الجماهير بتقود مع بعض قريبة مع بعض كتير يعني بتشوف أحيانا ممكن يكون أردنيين مع عراقيين سوريين مع إماراتيين بنفس المباراة الأخيرة فبيع التذاكر وحج التذاكر لازم إحنا نقول الاتحاد والسفارة والجمهور أنهم يساهموا أنهم يحصلوا على تذاكرهم بوقت بكير لأنه ممكن هذه التذاكر لنفرض الملعب بأربعين ألف ممكن يروح ثلاثين ألف بلحظة أو عشرين ألف أو خمستاش يعني أنهم يحصلوا على التذاكر وممكن يتم يعني الشراء والحجز بكير طبعا كله إلكتروني كله يعني الجمهور اللي موجود هناك العائلات الأردنية الجالة الأردنية الموجودين اللي حابين يدعموا المنتخب ما يستنوا يفكروا المباراة التذاكر رح تكون يوم المباراة يبلشوا من مجرد ما تنزل فتحوا الباب فتحوا الباب صحيح إلكترونيا أنهم يبلشوا بالمناسبة أخي أحمد يعني شفنا اليوم قداش كان مهم الجمهور الأردني في مباراة كوريا الجنوبية لما تعدلنا مع كوريا وخلينا نقول خسرنا نقطتين ما كسبنا نقطة قداش كان دور مهم ل37 ألف مشجع لو شلنا منهم 7 8 9 غير أردنيين قداش نحكي عن 27 28 ألف مشجع أردن كان دورهم مهم في هذه المباراة شوف ما هي هذه المباراة لو انها مع اليابان رح تلاقي الملعب 90% للأردن آها الآن الجمهور العربي رح ينقسم الناس مع منتخب بلده العراق والأردنيين مع منتخب بلدهم بالتالي زي ما حكينا التذاكر أنه تنحجز بشكل بكير والجمهور رح يكون مكسوم خنقون نوعيا الناس بتعاطفوا بيحب الأردن من غير الأردنيين الناس بيحب العراق من غير العراقيين بالإضافة للجمهور الأردني العراقي فبالتالي المباراة رح تكون ملياني جمهور وإحنا حكينا أنه بالخطوط الجوية وهذه رسالة الخطوط الجوية العراقية خفضت أسعار التذاكر وبتنقل من بغداد للدوحة جمهور بشكل يومي هذه رسالة مهمة جدا هذه رسالة وشارحنا كمان أنا حكيت بجزء في بداية الحلقة أن الجمهور الأردني كمان بدأ بالانتقال إلى الدوحة نتمنى يعني تكون مباراة مهمة ومفيدة وتاريخية لأن الشامل لأن الفوز يعني فيها ربع نهائي وحكينا إذا فوزنا على العراق رح نلعب مع الفائز من الإمارات وطاديكستان وفرصة أعتقد لنصف نهائي إحنا بخير يعني فيها مجال مجموعة سهلة بسيطة مش صعب عن نشامة لا أبدا أبدا بعدين إحنا وصلنا مرتين لدور الثمانية إحنا هذا دور الستطاعش اللي الآن صحي بدنا نتخطى الستطاعش نوصل للثمانية الإنجاز اللي نعمل بالألفين وأربعة وبالالفين أفضل هو دور الثمانية الآن الإنجاز اللي بدو يعمل إنك تروح دور الأربعة يعني دور الثمانية حتى إحنا نحفز الناس إنه نعمل مرتين الآن بدنا الجديد بدنا الأفضل صحي بدنا نتقدم أفضل ترجمة نانسي قنقر